الله الرحمن الرحيم ايه كميعلم الجميع ان تفالات ديال نهاية السنة الفين وعشرين تأتي في ظروف جد خاصة نتيجة انتشار وباء كورونا وتمشيا مع الوضعية الحالية والظروف الراهنة اتخذت وليت امنطان جمج معامل اجراءات كما تعلمون انه منذ البداية ومنذ ان سنت سلطة العمومية قانون طوارئ الصحية كنا في الصفوف الامامية في اطار فرض الامتثال لقانون طوارئ الصحية وفي اطار المحافظة على الصحة العامة للمواطنين وهذه الليلة بالاضافة لترتيبة الامنية الاعتيادية يعني الرامية في مجملها الى المحافظة على النظام والامن العامين على مستوى مختلف المواقع وعلى مستوى مختلف الشوارع هناك اجراءات اخرى اضافية لفرض يعني الامتثال من طرف الجامع لقانون طوارئ الصحية في اطار ما سنته السلطات العمومية من تدابر وقائية واحترازية والتي التمثل اساسا في اغلاق جميع المحلات التجارية انطلاقا من الساعة الثامنة مساء ثم كذلك اغلاق الشوارع والساحة العمومية والاماكين العمومية من المواطنين في استثناء الاشخاص اللي عندهم اعضار وعندهم اسباب مقبولة هم اللي كنسمحولهم باش يخرجوا للشاريع العام ويتجولوا في الشاريع العام كالناس اللي كيمشيوا لي استيشفاء الناس اللي كيمشيوا لي اقتناء الادوية والناس اللي كتحت معلهم ظروف العمل انهم يغاضروا بيوتهم في ساعات متأخرة من الليل وكما تشاهدون في الشوارع جلد الشوارع فارغة وذلك نتيجة خطة امنية محكمة والتي عملنا على تستيرها بمساعدة وتعاون مع مختلف السلطات الموازية سلطات محلية سلطات امنية موازية وجميع المتدخلين في شأن الامن اذا سنواصل عملنا الى فترة الصباح وسنظل ان شاء الله متواصلين ونواصلوا العمل ديالنا باش تتمر هذه الليلة ان شاء الله في ظروف امنية ممتازة وعادية وشكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد